كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ونحن في رحلة إلى الله وقد وصلنا إلى محطة رمضان هذه المزرعة المباركة فيها موائد الرحمن وفيها العبادة والطاعات لكي نستفيد منها علينا أن ننجها وقد أصبحت قلوبنا مليئة بالإيمان ولساننا رطب بذكر الله بعض الناس ما زال في قلبه دخن وما زال في عقله بعض المعارك مدى علي أن أفعل علي أن أكثر من الاستغفار فدعوة لنفسي وإلى جميع الأحباب الكرام أن نكثر من الاستغفار قبل أن يليج رمضان وبعد رمضان بإذن الله تعالى الاستغفار هو أن طلب المغفرة من الله وربنا عز وجل جعل فيه أسرار عظيمة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار ورب عز وجل منع العذاب لمن يستغفر كان يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون مدى سيدنا محمد كان مع الصحابة ما كانش العذاب لأنه هو موجود ولكن بعد وفاته شكراً لقد يحمينا الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا الاستغفار فيه أسرار عظيمة ومباركة مرة كان الإمام ابن المبارك في المسجد يجو عنده الناس يحكو لي مشاكلهم قال لأحدهم يا سيدي قالي أنا عندي الفقر وأريد المال وبغير تربي يكرمني وهل من حل؟ قال لي ما هو؟ قال لي عليك بالاستغفار ثم جلس فجاء تالت فقال يا سيدي عندنا الجفاف والأمطار قليلة وهل من حل؟ قال لي نعم قال لي عليك بالاستغفار وسوف ينزل المطر فأحد الحاضرين قال يبنى المبارك عجبا كل من يسألك عن أمر تقول له نفس الجواب الاستغفار الاستغفار قال ألم تقرأ إلى قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللي اكثر من الاستغفار يعطي الله المال والبنون والخير والصحة والعافية والبركة فأيوا الأحباب الكرام من قوش نمشون بعيد وانقلبوا على تحسين ظروف حياتنا بأسباب ربما لها تمنباهب نحن عندنا أساليب بسيطة جدا أكثر من الاستغفار وسوف ترى العجب العجاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب ما معنى من لازم الاستغفار من واضب عليه سيدنا محمد كان يستغفر الله في كل يوم مئة مرة قال إني لا أستغفر الله تعالى في كل يوم مئة مرة وكان النبي الأكرم يندب الصحابة للاستغفار شنروا العدد العدد دير مئة مرة أستغفر الله أستغفر الله أو قولوا بلا عدد من لازم الاستغفار يعني بلا حصر جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه رزقه من حيث لا يحتسب عمرك ما تفكر في الفقر أو في الحاجة لأن الغينة دي الرحمن سوف يشملك إنت كيكون الاستغفار كيكون أولا قبل النوم قبل من عس لابد أن أستغفر الله تعالى لأن الملك يقول لدرسيئاتك يقول لعله يستغفر لعله يستغفر فإذا استغفرت قبل النوم غفر الله لك حاصرة اليوم بكامله كذلك نستغفر عقب الصلاة ملكا نسلم الصلاة كنستغفرت لات مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ما وقع لي من سهو وعدم تركيز في الصلاة ربك اتجاوز عني كذلك في المجالس عدنا واحد المجلس كنت تقشف قضايا دنيوية من انسى للمسجد وينفض كنت استغفر الله تعالى كفرت المجلس ثم كنت استغفر الله تعالى في آخر العمر لابد الإنسان يقول ربما هذا آخر عمري ويكتبنا الاستغفار حتى السيدنا محمس أسلم مطالب بذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الآية نزلت بعد فتح مكة يعني من قالول سيدنا محمد سوف يغادر فأمره بالإكتار من الاستغفار صيغ الاستغفار أيها الأحبة كثيرا أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو نقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات من قالها غفر الله دنوبه ولو كانت مثل زبد البحر بل ولو كانت مثل أوراق الشجر بل ولو كانت مثل عدد رمال الصحراء بل ولو كانت مثل عدد أيام الدنيا إلى قد ثلاث مرات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كي يغفر لك الله تعالى جميع الدنوب والخطايا ولكن أعظم استغفار هو ما يسمى بسيد الاستغفار هذاك يغفر فيه الله كل شيء من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صمعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بدمبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت إلا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فعلينا أيها الأحبة الكرام ونحن نستقبل شهر رمضان نكثر من الاستغفار الاستغفار ونبقى ملازمين للاستغفار إلى أن نلقى الله تعالى اللهم اغفر لنا أجمعين وبدل سيئاتنا حسنات وارزقنا خيرا الدنيا وخير الآخرة اللهم آمين يا أكرم الأكرمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ونحن في رحلة إلى الله وقد وصلنا إلى محطة رمضان هذه المزرعة المباركة فيها موائد الرحمن وفيها العبادة والطاعات لكي نستفيد منها علينا أن ننجها وقد أصبحت قلوبنا مليئة بالإيمان ولساننا رطب بذكر الله بعض الناس ما زال في قلبه دخن وما زال في عقله بعض المعارك مدى علي أن أفعل علي أن أكثر من الاستغفار فدعوة لنفسي وإلى جميع الأحباب الكرام أن نكثر من الاستغفار قبل أن يليج رمضان وبعد رمضان بإذن الله تعالى الاستغفار هو أن طلب المغفرة من الله وربنا عز وجل جعل فيه أسرار عظيمة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار ورب عز وجل منع العذاب لمن يستغفر كان يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون مدى سيدنا محمد كان مع الصحابة ما كانش العذاب لأنه موجود ولكن بعد وفاته الشكل غد يحمينا الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا الاستغفار فيه أسرار عظيمة ومباركة مرة كان الإمام ابن المبارك في المسجد كيجوا عنده الناس كيحكوا لي مشاكلهم قال لي أحدهم يا سيدي قال لي أنا عندي الفقر وأريد المال وبيتربي يكرمني وهل من حل قال لي نعم عليك بالاستغفار فجلس ثم جاء تاني قال لي يا سيدي تزوجت منذ زمان ولم أنجب ولم تمست الدواء عند الإطباء ولم يتيسر لي هل من إمكان الإنجاب قال لي نعم قال لي ما هو قال لي عليك بالاستغفار ثم جلس فجاء تالت فقال يا سيدي عندنا الجفاف والأمطار قليلة هل من حل قال لي نعم قال لي عليك بالاستغفار وسوف ينزل المطر فأحد الحاضرين قال يا ابن المبارك عجبا كل من يسألك عن أمر تقول له نفس الجواب الاستغفار الاستغفار قال ألم تقرأ إلى قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللي اكثر من الاستغفار تعطي الله المال والبنون والخير والصحة والعافية والبركة فأيوا الأحباب الكرام من قوش نمشون بعيد وانقلبوا على تحسين ظروف حياتنا بأسباب ربما لها تمن باهب نحن عندنا أساليب بسيطة جدا أكثر من الاستغفار وسوف ترى العجب العجاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب ما معنى من لازم الاستغفار من واضب عليه سيدنا محمد كان يستغفر الله في كل يوم مئة مرة قال إني لا أستغفر الله تعالى في كل يوم مئة مرة وكان النبي الأكرم ينضب الصحابة للاستغفار شحن للعدد العدد بمئة مرة أستغفر الله أستغفر الله أو قولوا بلا عدد ما لازم الاستغفار يعني بلا حصر جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه رزقه من حيث لا يحتسب عمرك ما تفكر في الفقر أو في الحاجة لأن الغينة دي الرحمن سوف يشملك إنت كيكون الاستغفار كيكون أولا قبل النوم قبل ما نعس لابد أن أستغفر الله تعالى لأن الملك يقول لدرسيئات يقول لعله يستغفر لعله يستغفر فإذا استغفرت قبل النوم غفر الله لك حاصرة اليوم بكامله كذلك نستغفر عقب الصلاة مليك نسلم الصلاة كنستغفر ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ما وقع لي من سهوين وعدم تركيز في الصلاة ربك اتجاوزوا عني كذلك في المجالس عندنا واحد المجلس كانت تقشف قضايا دنيوية من انسى للمسجد وينفض كانت استغفر الله تعالى كفرت المجلس ثم كانت استغفر الله تعالى في آخر العمر لابد الإنسان يقول ربما هذا آخر عمري ويكتبنا الاستغفار حتى السيدنا محمس أسلم مطالب لذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الآية نزلت بعد فتح مكة يعني من قالول سيدنا محمد سوف يغادر فأمره بالإكتار من الاستغفار صياغ الاستغفار أيها الأحبة كثيرا أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو نقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات من قالها غفر الله دنوبه ولو كانت مثل زبد البحر بل ولو كانت مثل أوراق الشجر بل ولو كانت مثل عدد رمال الصحراء بل ولو كانت مثل عدد أيام الدنيا إلى قد ثلاث مرات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كي يغفر لك الله تعالى جميع الدنوب والخطايا ولكن أعظم استغفار هو ما يسمى بسيد الاستغفار هذا كي يغفر فيه الله كل شيء من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صمعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت إلا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فعلينا أيها الأحبة الكرام ونحن نستقبل شهر رمضان نكثر من الاستغفار الاستغفار ونبقى ملازمين للاستغفار إلى أن نلقى الله تعالى اللهم اغفر لنا أجمعين وبدل سيئاتنا حسنات وارزقنا خيرا الدنيا وخير الآخرة اللهم آمين يا أكرم الأكرمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله